السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير الخولنجان يشبه إلى حد كبير في الشكل الزنجبيل وهو يندرج من فصيلة الزنجبيل ويوجد بكسرة في شرق آسيا وفي جنوب الصين في منه نوعين مشهورين الخولنجان الكبير وده بتكسر زراعته في أندونيسيا وفي الخولنجان الصغير وده بيوجد في جنوب الصين وبيستخدم في تايلاند كنوع من التوابل والنوع الصغير هو المستخدم طبيا وفي أنواع تانية ولكنها تستخدم للزينة فقط هنتكلم في فيديو النهاردة على فوائد الخولنجان الطبية وأضراره ومين الناس اللي ممنوع عنهم أنهما يتناولوا الخولنجان وإيه هي طريقة استخدامه فوائد الخولنجان تناوله بانتظام مفيد جدا في عملية هضم الطعام لأنه بيساعد على زادة إفرازات وعصارات الجهاز الهضمي وكمان بيساعد في تقليل الإمساك والغسيان كما أن ليه قدرة على محاربة ومنع التهابات المعدة والتهابات الأمعاء الخولنجان أيضا ليه دور كمضاد للتهابات وخاصة للتهابات اللي بتصيب الجهاز التنفسي وليه قدرة فائقة على وقاية الجسم وحميته من أعراض البرد والسعال من أهم فوائده أيضا محاربة الأمراض السرطانية خاصة سرطان الكبد وسرطان الجلد وسرطان المعدة كما أنه بيعزز جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات أكسادة قوية بالإضافة إلى فيتامين سي ومن الفوائد المثبتة لعشبة الخولنجان هي فوائده للرجال هيسوعد شرب كوب واحد من الخولنجان مع الحليب مفيد جدا للرجال اللي بيعانه من الضعف الجنسي أو اللي عندهم مشاكل في الحيوانات المنوية فهو يعمل على زيارة الرغبة وبيعالج مشاكل الحيوانات المنوية عند الرجال أيضا هو مفيد لخصوبة البويضات عند النساء كما أنه بيساعد على التخلص من ألام الدورة الشهرية عند النساء ويساعد على تنظيم الدورة الشهرية وحل مشاكلها يحتوي أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وله قدرة على محاربة العدوى البكتيرية والفطرية اللي بتصيب الجسم ومن فوائد الخولنجان أنه يعتبر كمقوة عام للجسم حيث يعمل على التخلص من الخمول والكسل وبيعيد للجسم الطاقة والحيوية كما أنه أيضا يفيد في التخلص من الصدع كما يفيد الخولنجان في تنشيط الأوعية الدموية وشرائيل وليه فايدة كبيرة للناس اللي بتعاني من ضعف الذاكرة أو مرض الظهيمر حيث أنه بيعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط الدماغ وبيساعد على قوة التركيز أما عن الأثار الجانبية للخولنجان ودي بتظهر عند الإفراط أو الاستخدام المفرد ليه فمنها الإسهال، فقدان الشهية، كسرة التبول، الإصابة ببعض نوبات الصدع النصفي أما الأشخاص الممنوع عنهم أن يستخدموا أو يتناولوا الخولنجان مرضى ضغط الدم المرتفع لأنه ممكن يرفع الضغط أيضا الحوامل والمرضعات ما فيش دراسات كافية تثبت أمانه ولذلك ينصح بعدم استخدامه في فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلة أيضا ممنوع عنهم وكذلك الأشخاص اللي بيعانوا بكسرة من نوبات الصدع النصفي إزاي بنستخدم عشبة الخولنجان؟ يمكن استخدامه في الكثير من وصفات الطعام بحيث لا يزيد عن ملعقة صغيرة في كل وصفة أيضا يمكن شربه مع الحليب وده بنستخدم نصف ملعقة صغيرة على كوب من الحليب للحصول على أقصى استفادة منه ويمكن إضافته مباشرة إلى الماء الساخن بمقدار ملعقة صغيرة إلى كوب من الماء الساخن ويمكن أيضا تحلياته بالعسل وبكده فيديو النهاردة يكون خلص أتمنى يكون الفيديو عيابكم مستفدتم منه شكرا جدا لكم على المشاهدة ونشوفكم دايما على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته